السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحصة الثانية والاخيرة في بتاع الجيمة. آآ بص يا شباب يا ريت الناس تكون سمعت الحصة لقول كويس. الدنيا لطيفة جدا. الجزء ده كبير قوي في الكتاب. وهتحس انك بتلقبط مع ان الموضوع سهل قوي. هنصبته سواء. انت هتحفظه معايا وتفهم الدنيا هتمشي ازاي? هتلاقي الموضوع بتكرر. لكن لازم افكر حضرتك. ما هي انواع جراط الدم? هتقول لي. كان او ارسلوسايد. دابليو بسيز او بيسموها ليوكوسايد. بليتلتس او بيسموها سرومبوسايد. الاربسيز او الاريسلوسايد. لما هجا صنعها. اتفقنا كلمة تصنيع اسمها بويسز. فيبقى اسمها اريسلوبويسز. هصنع ليوكوسايد اسمها ليوكوبويسز او اي ان كان اسم الخليل. وهكذا. فالعملية اللي احنا هنحكيها من نهاردة دي يا شباب زي ما انا بتشاول كده اسمها هيماتو بويسز. انا عايز الناس لحفظنا الله اكرمكم. اسهلكم الدنيا ان شاء الله خالص عشان اه كده احنا بقى خلصنا عشرين صفحة من الهيماتولوجي طبعا غير الفيسيولوجي كمان بتاع الهيماتولوجي. هتحسن ان الدنيا خلاص زبطت ودكتور محمود هيزبط لكم البقى فالدنيا هتبقى الله طيفاء. هيماتو زي يعني دم بويسز يعني سينسز او تصنيع. اسمها هيماتو بويسز. دكتور لو هتنسى ان كراطة دم البيضة كانت جرانيولورسايد وآجرانيولوسايد. جرانيولوسايد كانت نيوتروفيل ازينوفيل بيزوفيل. نيوتروفيل ازينوفيل بيزوفيل. والآجرانيولوسايد او اسمها نان جرانيولر كانت زي لمفوسايد ومونوسايد. حلو كده كل كراطة دم البيضة بتتصنع في البون مارو مع عدد الليمفوسايت بتصنع في الليمفاتيك سيستم. حلو كده. فاحنا ما هنيجي نصنع دلوقتي في البون مارو احنا خدنا للا قبل كده ريد بون مارو وهيلو بون مارو. ومين اللي اكتف يا سيدي? ها زي الشطرين ما فاكرين الريد. يبقى قبل ما هنبتدي نبقى فاهم ان الريد بون مارو هيصنع ايه? هيصنع كل الخلايا مع عدد الليمف هتتصنع في الجهاز الليمفادي. الخطوات دي يا جماعة سابتة في كل. الخطوات دي سابتة في كل. فهتلاقي دي ما بتتكره انا حتى انجزتها لك فهرق او نص رطاف جدا. البداية مع الخلايا جزعات كبيرة باسمها بلوروبوتينت استمسل. بلوروبوتينت استمسل. يعني بطيقى بلوروبوتينش اللي اسمها بلوروبوتينت يعني. بلوروبوتينت استمسل. دي اللي بتطلع كل انواع الخلايا اللي بعد كده. والتفائق. كل خلية هي اللي بتصنع اللي بعدها. كل خلية هي اللي هتصنع اللي بعدها. فيبقى البلوروبوتينت هتصنع كله. اللي اقولهم مين? المالتي بوتانت. يبقى في الاول بلورو باكا مالتي. ها هفتكره بلورو بوتانت باكا مالتي بوتانت. المالتي بوتانت دي في كل الخلايا هيبقى اسمها ميلويد ان اورجن يعني ان النخاع العظم. ما عدا اللينفوسايت هتبقى لينفويد ان اورجن لان نسان ما اتفاقنا بتصنع في الجهاز اللينفاوي. فلما تكترى اللي جنبها هتلاقي نفسك بتحفظ. طبق انا احفظ ليه? ما انا عارف. اهو اللينفويد اللي هو اللينفوسايت. هي اللي هتبقى اللينفويد ان اورجن. طب مين هيبقى ميلويد? الباقي كله. اللي هو مين? كرات الدم الحمراء. كرات الدم البيضة مع عدا اللينفوسايت. يعني كلهم والمونوسايت. يبقى اللينفوسايت اتفقنا لناها اللينفويد. والبلتلت اتفقنا كتبتطلع من خلالها اسمها ايه? ميجا كاريو سايت. فمن غير حفظ اهو. ها? تحفظ الكلام ده معي والله هتدعو لي. بعدها المالتي بوتلت. المالتي بوتلت. ميلويد. الا اللينفوسايت بتبقى اللينفويد ان اورجن. فمن غير ما تشوف مين الميلويد الباقي كله. يعني كرات دم حمر. صفاح دموية. كل كرات الدم البيضة مع عدا مين? اللينفوسايت. واضحة كده. يبقى مالتي بوتلت. كل دي مراحل اعدادية. ما بدأناش اه انقسام بجد. بعد كده برو جينتول سلب. بس كده برو جينتول اللي هي ايه بقى? ما قبل ان احنا هنصنع خلايا بجد دي بقى اسمها برو جينتول. برو جينتور. جاي من جينريشن. اسمها كولوني فورمينج يونتس. كولوني فورمينج يونتس. سي اف فيو. خلاص? مين اللي بصنع دي? هنا كتب فورومتو. فورومتو يعني اقصد من روحة متين اللي هي المالتي بوتلت يعني. انا قلنا كل الواحدة بتصنع اللي بعدها. دي بتعمل كولونيز مستعمرات من الخلايا. مش مهم الكلام ده. بتتسمى ازاي? بتتسمى سي اف فيو كولوني. فورمينج يونتس. وتحط الحرف الاول من الخلايا اللي هتصنعها. يعني لو هصنع يبقى الخلية البروجينتول دي هيبقى اسمها ايه? سي اف فيو اي. هتصنع مونوسايت سي اف فيو ام وهكزا. او بقول لك هو الحرف الاولي من الخلية هيقول لي الاسبيسيفيك سي اف فيو اللي قدامي ده. اللي هو انت بتصنع مين تحديد? لما تنقسم هتديك اللي بعد كالبريكورسر سل بقى? بريكورسر. قلنا يعني ايه بريكورسر? بريكورسر يعني الخطوة مقابلة الاخيرة. دي اسمها بلاست سل? وانتو فاكرين بلاست يعني يصنع او يبني. دي هتتقسم عشان تديك الخلية الماتيور. الخلية بقى الكبيرة اللي هي او اي ان كان النوع او بليتلت او كلام ده. كلام ده يحصل فين? انت شطر بقى الكلام بيهري كلام اوه? كده بيهري بس. في البون مارو مع عدل اللي من فصايت صنع في الانفاتيك اوريجنت. وده بداية الديفرانشيشن يعني بداية الديفرانشيشن. بداية ان العاجينة يبقى لها مظاهر. يعني البلورو بوتينت. المالتي بوتينت. البروجينتور. كل دول في كل الخلية تقريبا قريبين من بعض في الشكل. حتى انتو بتقرد الوقت تتخلي بالك من دي. كل مرة هنيجي نقولهم هتلاقيهم ما قريبين من بعض في الشكل. يبتدي الديفرانشيشن يعني يختلفوا بقى. يبتدي يبقى فيه تفاصيل اكتر من اول اللي اسمها البلاستاسي. لغاية ما نوصل للماتيور سيل. طبعا ما لهاش مايتوتك اكتيفتي من غير ما احفظ. اولا ما لهاش مايتوتك اكتيفتي لان انا وصلت خلاص لقمة اقسمها تاني ليه? غير اصلا ان ان انت عارف ان كل الخلية ما فيهاش نواية غير دبيو بي سيس. خلاص? طبعا كليرمورفولوجي يعني شكلها واضح وسبسيفك وصريح. ها هتحفظ معي? ها? يبقى انا بتكلم في عنوان اسم مهمات وجيزز او تصنيع قراض الدني. ملتي بوتت. كل دول المراحل المبدئي. تدي ملتي بوتت. تدي برو جينتور. تدي بري كورس. تديك الماتيور سيل. ها حفظها معي الله. ملتي بوتت. برو جينتور. البري كورسر ثم الماتيور سيل اللي انا وصلت. ها بقى ما نطبق دي على خلية خلية انا بخلصنا. شفتو الجميل? بتاع بسم الله. لان البري كورسر هتخد كزا خطو. العملية بقى اسمها ايه بقى شطار? اسمها اريسرو بويسز. جميل. الخطوات. المفروض ان انت زي الشطور مش محتاج تكتب المفروض ده. ده انا يعني بكتب لك زي الكتاب كده عشان تشوف المنظر بس. اللي بداي مع ايه? البرو بوتت. البرو بوتت دي نوح ايا دكتور. مايلويد. احنا اقول لهم مايلويد مع ده. الليمفوسايت. مايلويد ملت بوتت. يبقى البرو بوتت. ملتي بوتت. الملتي بوتت هيدي برو جينتور. ها ها البرو جينتور هنا يبقى اسمها ايه? سي اف يو. انا بصنع ايه? الريسرو سايت بقى سي اف يو اي. وصلت كده ده الكلام? بقى دي مرحلة اولة تانية تالت اوه. سي فيو ايه دي من غير ما اقرأ اللي مكتوب ده. لما تنقسم تدي المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده اسمها برو ايريسرو بلاست. ما قبل الاريسرو بلاست. برو ايريسرو بلاست. طبعا اللي بيساعد على كده هورمون او فاكتور اسمه ايريسرو بيوتين. اسمه ايريسرو بيوتين. قبل ما كمل. ماتتوكش. ده الموضوع سهل قوي. هاي? بدأت بايه? خلاص بقى دول سابتين في كل. مالتي بوتيند سي اف يو. اللي هو البروجيندرو. مالتي بوتيند. مالتي بوتيند ينوح يا دكتور طول الوقت يا ميلويد الا لو انا بصنع الانفوسايت. بعكاس اي 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 عشان بصنع اربسيس. هاي? بعد كده برو ايريسرو بلاست. قوص عشان تانية تبقى سهل عليك. مش اسمها برو ايريسرو بلاست. يبقى المرحلة بعدها ايريسرو بلاست. شوفت? في تلاتة ايريسرو بلاست دول خلوهم سبع مرة. في بزوفيلك ايريسرو بلاست. في بولو كروماتوفيلك ايريسرو بلاست. في ارثو كروماتوفيل ايريسرو بلاست. اللي عنوان هيخليك تحفظه بصنع. مالتي بوتيند سي اف يو اي. بعد كده برو ايريسرو بلاست. البرو ايريسرو بلاست دي خلاج جزاعة في الاول تبقى كبيرة. توقيت اصغر في الحجم. وباقي نعود نزبط في الكونتنت بتاعها لغاية ما نوصل للاربيسيز. وانت شطر وفاكر ان الاربيسيز نوت روسيل. ما فيهاش اي حاجة غير شوية همجلوبية. فبالتالي احنا كل مرة هنعود نصغر في النواية. نصغر في النواية. نصغر في النواية. نفتت النواية. بقى كده ايه? خلاص نخرجها عشان تبقى من غير النواية. يعني العنوين الاول اهو. خلاص احنا الكروماتين لو فاكر في الهستيولوجي كان fine chromatin. او extended chromatin. وفيه اسم condensate. الكندنسة ده اللي بيصنع. الاكتف. فانا كل ما اطلع لقدام هيبقى condensate. كل ما اطلع لقدام هيبقى condensate. حلو? بيزوفيلك يا دكتور انا عارف ان اي حاجة بيزوفيلك معده لما انت هتقولي. وانا مش هقولي. ايه بيزوفيلك. طبعا عشان جواها ريبو صومز اللي صنع الهوموغلوبين. الهوموغلوبين ذات نفسه اسيدوفيلك لما نوصلها. يبقى اذا لما نوصل لأول خطوة في الارب سيز هو هوموغلوبين تبقى هتبقى ايه? ايوة شطور هتبقى اسيدوفيلك. تاني. انا واقف عنده مرحلة اسمها ايه? برو ريسرو بلاست. لارز. سنترول نيوكليز. اتنين نيوكلياي. بيزوفيلك. ها? هتنقسم لقيه من غير ما تقرأ للي بعدها توجعش الماخ. بيزوفيلك ريسرو بلاست. ها النواة صغر. الكروماتين يبتدي يبقى ايه? انت شايف اهو? تبقى بيزوفيلك اكتر يعني الريبو صومز بدأت تزيد انا بصنع بروتين اهو. انا بصنع بروتين عشان هنخلي الخلية تبقى كبيرة. طيب. بولي كروماتوفيل من غير ما كامل. كروماتو يعني هوموغلوبين. يعني لون يعني هنا بدأ يبقى فيه هوموغلوبين. بص اشتر عشان ما تحقق انساش. البروق ريسرو بلاست دي برو تبقى كبيرة وفيها نواة ونواية وكروماتين خفيف خاص. بقت بيزوفيلك. البيزوفيليا زادت ليه? اشهر حد يعمل بيزوفيليا. الريبو صوم زيبقى الريبو صوم زادت وبالتالي بقى في كوندنسة كروماتين وبالتالي بقت اصغر في الحاجة. بولي كروماتوفيل يبقى زيادة عن اللافات هوموغلوبين. اهو بقى لك سمولة. النواة تبقى اصغر والخالية اصغر. مور كوندنسة كروماتين في امت اللعبة? كل ما هطلع لقدام الكروماتين هيبقى كوندنسة اكتف. فلد وز هوموغلوبين. مدام اتملت هوموغلوبين? يبقى اماكن هوموغلوبين فيها اسيدوفيل. طبعا بقيت الخلية بزوفيلك لانك فيها ريبو صوم كتير. لكن الاماكن الارياز اللي فيها هوموغلوبين هتبقى اسيدوفيل. طيب. ارثو يا جماعة يعني سابت. ارثو يعني سابت. قصده ايه? هسبت بقى الميتو كوندريا. سوري اصف هسبت الهوموغلوبين وهسبت الخلية. بيسموها نورمو بلاست او ارثو كروماتوفيل ريسور بلاست. نورمو بلاست. سمولر. النواة هتبتدي تبرز لبره عشان ما تخلص منها. هتبقى بيكناتك بيكناتك او بناتك. لو بتتنطق صح يعني متفتتها. هي هتفتتت لي يا دكتور? عشان انت عارف ان انا ما عنديش نواة. لا في الاريتيكولوسايت ولا في الاربسيز اللي بعد كده. طبعا في هوموغلوبين يبقى ايه? ها? اسيدوفيلج. لسه في رايبوسونزو ومايتو كوندري. خلاص? دي دونت ديفايد بقى. الخطوة اللي جاية مش هتقسم. الخطوة اللي جاية هعمل ايه? هرمي النواة عشان بقى اسمي عشان الناس الشطورة اللي سمعت الحصة الاولانية والاربسيز اللي اتنين ما فهمش نواة. نقول تاني يلا? والله الشطر هيحب الموضوع. ها? ها? احفظ معين. العملية اسمها ها? بالروبوتت. ميلويت مالتيبوتت. سي اف يو اي. بعد كده. برو ارسرو بلاسيب. خلية كبيرة. لسه كروماتين خفيف. فاين. كروماتين لسه مش كتير. لسه مفيش مجلوبية. طيب. ودخلت في اللي بعد كده. بيزوفيلك. بيزوفيلك يبقى بقى في ريجزومز كتير قوي. وبدأت الخلية والنواة صغر. بولي كروماتوفيل. يبقى صغير تاكتر واكتر. بس مدام جبتلي سيلة كروماتو. يبقى انا بعندي هوموغلوبين. والهوموغلوبين اماكنهم تبقى سيلوفيل. نورمو بلاست او اسمها ارسو كروماتوفيل. يبقى دي بدأت النواة تبرز لبرة. وبدأ يبقى بيكنوتيكي يعني متفتتة. عشان تجهز انها تتحول للبريكيرسور بقى. البريكيرسور كان اسمه ايه? كلكم عارفين انها نون يوكليس. وانها ان فيها هوموغلوبين شبه الاربسيز تقريبا. معادش فيها ريبوسومز بقى ولا ميتوكوندري معانتش محتاجهم في حاجة. خاصة انك عارف ان انا في الاربسيز. معادش عندي عضيات خالص اصلا. تسعة وتسعين في المية من كميتها هيروح للسيركوريشن الدورة دموية باسم واربسيز. واحد في المية بس هيكمل كريتيكروسايت. عشان كده لو تفتكر في الحصة اللي فاتت قلنا بتمثل كام واحد في المية. اتفقنا يا شبابنا? طيب. حد شطور بقى كده يقول لي اسامي الخطوات. مالتيبوتينت بوروجينت رولو سي اف يو اي. برو ما قبل الاريسور بكاة تلاتة ايريسور بلاست. بيزوفيلك بولو كروماتوفيل نورمو بلاست. بيزوفيلك. بولي كروماتوفيلك نورمو بلاست. واخيرا الريتيكروسايت توصل الاربسيس. يا دكتور انا مش عارف احفظ مين كان نواتها كبيرة من نواتها صغيرة اللي بيفهم بيريح. اتفقنا ان البرو كبيرة وماليانة نواة فيها كل ما لزه وطب وكروماتين خفيف. كل ما تقدم لقدامتة صغر في الحج كروماتين يبقى مور كندنسد تبقى ديب بيزوفيلك. وصلت الكروماتو يبقى بقى فيه هموغلوبين والاماكن الهموغلوبين اسيدوفيلك. وصلت النورمو بلاست يبقى هتبتدي دي. خلي النواة تقرب من بره وتابروس كده عشان اتخلص منها. طبعا اللي بيعمل فاجوسيس ده. خلاص? لغاية ما وصلت بالنهاية لحاجة اسمها طبعا انا ما كده ابتعاش مش عايز اكتب. ايه اللي حصل? النواة والخلايا بيصغروا في الحجم. الكروماتين بيبقى بيبتدي يظهر هموغلوبين. واخيرا بتتخلص من النواة. فده مش حاجة عايزة تتسلقش. دفعنا? احنا اكل ان كان خلصنا. تخيل? ده بتجي نجرب بقى تصنيع كل حاجة من اللي بقين? دعا. تعال لكورات الدم البيضة. ونان جرانيولوسايت. الجرانيولوسايت. كانوا مين? نوتروفيل. ازينوفيل بيزوفيل. فالعملية بقى اسمها جرانيولو بيويسز. جرانيولو وييسز. ها? يلا يا جماعة بقى والله ده انا سهلت. ميلويت ملتيبوتن سي اف يو اي شي. عشان بصنع جرانيولر. خلاص في انتو اللعبة? طيب سي اف يو اي جي. هيدي ايه? البروجينتور. البروجينتور بعد كده هتدي ايه? هو برووجينتور. برووجينتور اللي هو هو ده يعني هيدي ميلو بلاست. كالعادة هو. بلاست. ها? ميلو بلاست في الاول تبقى ايه? ها? بتو شو التربع? لارج. راوند نيوكليس ولارج نيوكليس. فيها نيوكليولي كتير وفاين كروماتين. طيب لما نطلع لقدام يبقى برو ميلو سايد. برو ميلو سايد. ما زلت بيزوفيليك. فيها كله شي برومينتور واضح قوي. بدأ يبقى فيها نانس بسيفيك جرانيولز. الكروماتين بدأ يبقى كورس. بدأ يبقى كتير. كورس كروماتين او كنددز اللي راح في الاتنين. فهمت اللعبة. تفهمت اللعبة ولا لسه? طيب. ميلو سايد بقى زلت نفسها. انا كنت مالتيبوتاند. سي افيو جي. ميلو بلاست. برو ميلو سايد يبقى اللي بعدها ميلو سايد. اهو. برو ميلو سايد يبقى اللي بعدها اسمها ميلو سايد. الميلو سايد دي بقى. ها? اللعبة بقى سمولة. بقى فيها جرانيولز سبسيفك ونانس بسيفك. كده يبقى بدأ يبقى فيه دفرانشيشن هو. بدأ يتبقى حاجة حصفا. احنا متفقين في الحصة اللي فاتت ان الناس اللي كان اسموهم جرانيولار ليوكوسايت كان فيهم سبسيفك ونون سبسيفك جرانيولار. هتبقى ثلاثة طايبس من غير ما تقرأ. في كم ميلو سايت يا ابني? ها? ثلاثة. نيوتروفيل ازينوفيل بيزوفيل. ثلاثة ميلو سايت يعني نيوتروفيل ميلو سايت. ازينوفيل ميلو سايت بيزوفيل ميلو سايت. يحصلوا ماتوريشن. ازاي الماتوريشن ها? ها? لقطتوا تصمع ولا لسه? كندنز الكروماتين هيزيد. وكلانيولز هيزيد. فنوصل لميتة ميلو سايت. الميتة طبعا اصغر واحدة. ممكن النواة تبقى اكيد نشبدة او لا. طبعا كلمة مش لطيفة من الهستولوجي. في الهستولوجي العام. اللي مش في الهيماتولوجي. في ثلاثة انواع من الخلاقي. واحدة فيهم شكلها كانت نشبدة وناس لك. فهي ممكن تبقى كده او لا ماشي. خلاص? طبعا ثلاثة انواع من غير مقارنة. اللي كان اسمها نيوتروفيل ميلانو سايت. هيبقى هتحول لنيوتروفيل انا اسف. البيزوفيل ميتة ميلانو سايت هتحول لبيزوفيل والإزينوفيل هتحول لإزينوفيل في الموضوع عباط. بس تبقى لازم تبقى فهم حاجة. النيوتروفيل يا جماعة. لو نواحدة بس. النيوتروفيل افتكرة لك اكثر تواجدة تفاكرها. كانت هي نواحدة بس ايه? الكلام ده ما تقالش من محاضرة بس انا عايز اقوله لك عشان اللي احبو يلعبو بيه. الايزينوفيل بايلوت. انما البيزوفيل شكلها سي او اس. سي او اس شفت. ده النواة. ماشي? طيب. انها رجعتنا جماحهم هو. يلا اللعبة. يلا اللعبة. بنصنع جرانيولو سايت. جرانيولو بتتحول ايه customized. ميلو بلاست. برو مايلو سايت. يبقى اللي بعدها ميلو سايت. تتحور بقى لالتحور الاخير ميتة مايلو سايت. ها? ها? باتتقول لهم لي تاني. ها? من اول. ميلو بلاست برو مايلو سايت. طبعا كل ما بتقدم الحجم بيصغر. بابتدي امور كندنسول كروماتي. هم? بقى كده مايلو سايت. بقى كده ميتة مايلو سايت. ال الميتة مايلو سايت تلات انواع هو عادي انسى ان النيوتروفيل مالتي لوب ده. تراي لوب ده تحديدي. كزا لوب. كزا فصل. انا كتبه مع ان كانش مفروجة الكالعات السايز بيقل. النيوكلاس بيبقى راوند وبعاكها تبقى زي ما انا قلت لك عشان توصل للشكل الاخير. الجرانيولز في الاول تبقى ناني سبيسيفك بقى تتحول لإيه? سبيسيفك وناني سبيسيفك. واضحة كده يا شبابنا? واضحة? طبعا اول واحدة كان فيها سبيسيفك هي الميلو سايد. دي اول واحدة اللي انا كتب عليها رقم خمسة دي. يعني اول واحدة ظهر فيها السبيسيفك هي الميلو سايد. مرة اخيرة يلا? يلا يلا قربنا خلاص اهو. مالتي بوتان سي اف يو جي. مايلو بلاست. برو مايلو سايد. مايلو سايد. ميتا مايلو سايد. طب حتفاكر الاربسيز ما عليش نقصف انا عارف ان انا بايخ من. ها? هاتش اطول فاكرهم ها? ها? اهم قدامكم. قدامكم. ها? بعد برو برو بوتاند مالتي بوتاند سي اف يو اي. برو ايريسرو بلاست. ثلاثة ايريسرو بلاست. بعد البرو تلاثة ايريسرو بلاست. بيزوفيلك. فاكر بيزوفيلك ليه? فاكر انت فاكر صح. ريبوسوبس. بولي كروماتوفيل. بعد كده ارثو كروماتوفيل او نور بلاست. واخيرا رتيكولوسايد واربسيز. طب بتعدى بيوسين مرة الاخيرة. برو بوتاند مالتي بوتاند سي اف يو جي. مايلو برو مايلوسايت. مايلوسايت زياد نفسها ميتا مايلوسايت. طيب. هصنع المونوسايت. طبعا دي في الريد بون مارو. لسه ما زلت. الوحيدة اللي بشي البون مارو مين? اهي. اهي اللينفوسايت. بلوروبوت. ميلويد مالتي بوتن سي فيو ام. مونو بلاست برو مونوسايت. ثم مونوسايت. شفت سهل ازاي? طبعا البرومونوسايت هاي? بزوفيلك اكستندت كروماتية. هاي? اللوالفين يعني. المونوسايت هتبقى ايه بقى? خلاص هتبقى اصغر في الحجل. هتبقى والنواية هتبقى اصغر. مش مكتوبة حتى في الكتابة. طبعا مونوسايت هتمشي في الدم لساعات. لأولاق نسيج محتاجها. هتدخل النسيج الكونيكتف تشو ده يبقى اسمع تشو ماكرو تشو. طبعا. تصنيع اللينفوسايت يا دوكتور? لا بقى نسيت. بلوروبوتن. بس المرة دي ايه بقى? ليمفويد مالتي بوتن. اللينفويد مالتي بوتن. الوحيدة اللي كده. خلاص? طبعا بتبقى دي بقى جديد عالي. بيبقى عندها تو تايبس اوفيشنة. سي اف يو. الواي تي و الواي بي اللي هي اللينفوسايت تي. والليمفوسايت بي. احنا عارفين منها تي لينفوسايت وبي لينفوسايت. طبعا البي متسميها بي عشان بتصنع في البون مارو. التي متسميها تي عشان بتصنع في السايمس. وبعد ما السايمس الغدة التايموسية دي يا جماعة بتضمر وتنتهي. بيكمل تصنيع في جهاز اللينفابي. نقول تاني نقول تاني. مالتي بوتنة بس المالتي بوتنة نوعه ايه? لينفويد. نوعه لينفويد. طيب. يتحاول اللي هي النوع تي والليمفوسايت اللي هي النوع البي. بعد كده كالعادة بعد كده بعد كده بعد كده نفسه نفس اللي عبه زي هنا بالزبط اهو كانت بعد كده طبعا يعني بريكورسر واضح وصريح. طب البرو اسمولر اصغر موركندز الكرماتيني عام والله حافظت. ما فيهاش لسه ريسيبتور. خد بالك يعني ايه يا دكتور عشان ترتبط بالانتجين او المادة اللي هتتخانق معها كجهاز مناعة لازم بقى فيه ريسيبتور. لسه ما فيش ريسيبتور. دي لسه برو. طب وصلت الماتيور لينفوسايت. لا الماتيور لينفوسايت دي بقى هيبقى فيها سيرفس ريسيبتور. هيبقى فيها ريسيبتور عشان تتخاني الجهاز. والله الموضوع سهل اكي. هيبقى ايه? بلورو بوت. مالتي بوت. سي اف فيو سواء تي او البي. بلاست كالعادة اللي هي لينفو بلاست. برو سايت كالعادة. بعد كالسايت ذات نفسها اللي هي ماتيور لينفوسايت. طب عشان لينفوسايت بيو تي فقلنا فيه بي وفي تي. كالعادة كل ما بتقدم اللي قدام بقى ايه? ها? موركندزن كوروما فيه. تفاهمت اللعبة? طيب اخر واحدة ايه? تصنيع مين بقى? بتتصنع من مين? من ميجا كاريو سايت اسمها ميجا كاريو بيسس. ميجا كاريو بيسس. يا رب. يا رب كريمنا يا رب. ها? بولورووتنت. مالويت مالتي بوتن سي افيو ام اي جي. اللي هي ميجا كاريو سايت يعني. طيب. بعد كالبلاست. هم? بعد البلاست ايه? خلصنا. طيب البلاست بقى لارش. فيها نيومرس نيوكليولاي. دوكتور. واعتنس. البليتلت مفيهاش نواية. يعني معنا الكلام ان احنا مع الوقت. هنطلط النواية برضو زي ما عملنا في الاربزيز. طيب. هندربو مايتوزس. وهيحصل لها نيوكليار ديفيجن. يعني النواية كمان اتقسم بس من غير سباريش. وبالتالي. انت فاهم اللي الكتب ده? لأ مفهمتش دوكتور. احنا قلنا لارش. كيدني شبت شبهي الكالي. فيها نيوكليواي كتير. يحصل لها انقسام مايتوزي. وانقسام في النواة. بس النواة هتتقسم من غير ما يبعده عن بعض. يعني هتتقسم وتفضل في مكانة فالبان كأنها نواة كبيرة قوي متفتتة. يقول على هايلي بولوبويدل. هايلي بولي بولويدي. ايه هايلي بولوويدل او بولوبلويد دي? يعني في كروموسومات هابلويد كتير قوي جنب بعض. هابلويد طبعا يعني تاتا وعشرين. اسمها بولي بوليدي. طيب. وصلنا الميجا كاريوسايت. الميجا كاريوسايت دي جاينت سيل زي ما تفقين. لوبيوليتد نيوكليس. كورس كروماتين. اللي هو كندنسد يعني. بيزوفيليك العادي يعني. فيها جرانيولز طبعا اللي هيها تطلع على الحاجات اللي كانت بتاعت التجلد. هو زيروفيليك في كرها. هم? الالفا وزيروفيليكة. طيب. فيها ميت كوندريا. فيها ري ار وجولجي ده كله شفناه في تتحول ميجا كاريوسايتس بقى لايه? لبليتلت ازاي? شوف البليتلت كان فيها ايه? وغير. اولا انا ما عندش فيها نواي. اللي هي برو ليتلتس دي. بنتريت اندوسيليم هتختارق. الاندوسيليم اللي هو البطانة بتاعت الكاميلرز اللي موجودة. فتعمل فاكر الانفاجينيشن دي. فاكر الانفاجينيشن. او انفاجينيشن يا دكتور اللي كانت داخلها الجوة. فتعمل خط ما بين البروزات اللي كانت طالع عن الميجا كاريوسايت وما بين الاندوسيليم. بيسموها دي ماركيشن لاين يعني الخط اللي انا معلم من عنده الانقسام بدأ من الاو فراكشن لاين. خلاص? بقى كالبليتلتس هيحصل في السايتو بلازم وفي النواي عشان تساطر يتبقى بليتلتس مفيهش نواي. او بقول لك اول الماكروفاك انجلف الباقي. هيشيل كل الباقي يبقى كده ما عادش فيها نواي وكمان السايتو بلازم بتاعها اتفات. انا هقول تاني. انا هقول تاني دي اخر حرف صمص. ميجا كاريو جيزيز العادية دكتور كلور بوتن. ها? ميلويد مالتي بوتن. سي اف فيو ام جي. بعد كام ميجا كاريو بلاست. كام ميجا كاريو سايت. بعد كده بليتلتس. ميجا كاريو سايت دي عمناها ايه? ضخمة. النواة بتاعتها ضخمة. دي بدأ في الاول يعني فيها كزا جنب بعض كام مترخصصين جنب بعض. طبعا فيها العادي بقى والله يا جماعة بلا كتابة كتير ولا حاجة. يعني فيها 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 كتير فيها اللي بتفرس حاجات التجلد. والكوروماتين بقى مور كندنسد كالعادة. طب ماتيوريشن. الماتيوريشن يحصل ازاي? انها هيتلع عملناها بروزات. بص السابقة هيتل عملناها بروزات. البروزات دي هتختارق. بص كده هتختارق. لما تختارق ثم عاملة كده تدخل لجوه. شفت المنظر? هي طلع منها بروزات اهي او يعني. ثم عاملة زي ما انت شايف كده. فالمكان اللي حصل ده الخط ده اللي هو الخاصل ما بين الابتدادات بتاعت البروزات. ثم ما بين بطانة الكابيلرز او الاندوسيليم بتاع الشعار الدموية السينوسويتز اللي موجودة في يسموها ديماركيشن لاين او فراكشن لاين. ديماركيشن لاين او فراكشن بقى كده تبتدي بقى خلاص بعد ما داخلت كده تتفتت السايتو بلازم والوعظات اللي في السايتو بلازم والنواية عشان تتكون في الاخر قلب. صعب الخلام يا شبابنا? اخلاص بقى تفهم تطلع عبر الروبوتان تمنطي بوتان سي افي يو وتغير اكتب اول حرف. بقى كده بعد كده برو سايد السايد ذات نفسه مطيور سلم. دي عبقى بقت سهل لخلص. اتفعنا يا شبابنا احفظ عنيونا كويس جدا. طب يا دكتور التفاصيل دي باتوه فيها ما ينفع احطوه فيها. بالبداية الخلايا بتبقى ضخمة. كروماتين لسه فاين. بالمناسبة كروماتين بيسموه او مرة كتبوه فاين ومرة التانية اسمه كورس او كوندينسد. كورس او كوندينسد متكسف. تمام يا شبابنا? صعب الكلام? طب ما عنيش مرة اخيرة بقى كده انا عدى عليهم واحدة واحدة وخلاص ايه? كده احنا اخلصت. اه? برو ايريسروبلاست. يبقى اللي بعدها ايريسروبلاست بس فيه تلاتة ايريسروبلاست. الاولية بيزوفيلك عشان فيها رايبوسومس كتير. التانية فيها هوموكروبين فسميتها بولي كروماتو كروماتو يعني هوموكروبين. بقى كها قرسو كروماتو يعني سبت بقى الهوموكروبين وكترتو او بسموها نوربلاست. ثم ريتيكولوسايت وننتهي في الاربسيس. طيب. تصنيع الجراني لوبيوسيس ده سهل بقى برو بوتانت مالتبوتان سيفيو شي ميلو بلاست برو ميلو سايت. بقى الميلو سايت زادت نفسها واخيرا ميتة ميلو سايت. طبعا بتتقسم لتلات حاجات نيوتروفيل زينوفيل بزوفيل. واعتنسى انها لوبيوليتل. لوبيوليتل يعني كزا لوب. اكترهم في اللوب هي اكترهم في العدد اللي هي النيوتروفيل. هي الاكثر طواجدا وهي اكتر رفضة فيها لوبس في النواة بتاعت. طيب المونو سايت سهلة خالص برو بوتانت مالتبوتانت ثم سيفيو ام. مونو بلاست برو مونو سايت ثم مونو سايت. زيها بالزبط اللينفو سايت بس تخلي بالك اللي في منها وطي وبي. واخيرا اللي احنا سائلناهم شوية الميجا كاريو بويسز تصنيع البليتلس. كالعادة بلوربوتانت مالتبوتانت سيفيو ام جي. بلاست ثم ميجا كاريو سايت ثم بليتلس. يارب بيكون الموضوع بسيط. ده الهستولوجي بتاع الهيماتولوجي خلص نفس كبير جدا. في وقت قليل ترى لطيفة جدا. دلوقتي يا دكتور. المطلوب اني اعمل ايه? الهستولوجي. العنوين تبقى حفظها صم. صم. تفاصيل اللي جوه. انا كان ممكن اقول لك ما تحف انها سهل. يعني انا شايف انها سهل ان اللعبة انت فهمتها بقى. ان خلية كبيرة ولسه الكروماتين الخفيف بقى كبدا تتكسف يزداد فيها الرايب وصم. وعكنا نوصل لمنحول النائية زي ما انا عايز. على قد ما تقدر في التفاصيل. لكن العنوين محفوظة صم. عشان ان شاء الله كمان يوين تلات هنعمل كويس على الكلام ده ان شاء الله عشان نشوف حاضرتك. لميته بشكل كويس وهو نحس صليفاته. كده احنا خلصنا الهستولوجي. خلصنا المحاضرة اللي اتشرحت في الفيسيولوجي على مشروع المحاضرة الجديدة. طول محمود ان شاء الله هيعمل لكم البايو الكيميستري اللي اتشرحت في المحاضرة. واحنا ان شاء الله كده ايه ماشيين كويس جدا جدا جدا. شوفكم على خير. نبدأ ان شاء الله بازن الله بقى كده ايه نعمل مراجعة للفرما والباسولوجي واحنا شغالين في الجديد. جزء اللي هنرجعه. هنرجع جزء صغير ونمتحن عليه. رجع جزء صغير ونمتحن عليه.